اشتركوا في القناة ونقوم بحسابات للشغل ومن ثم نحسب القدرة المستهلكة بعد أن نتعرف على مفهوم القدرة الآن الطاقة والشغل عزيزي الطالب لما بتأثر قوة في جسم وتحرك الجسم لمسافة D نعتبرها رمز D وهذه القوة لها مقدار ثابت وتحرك الجسم بنفس اتجاه تأثيرها يعني إذا القوة أثرت في جسم شرقا فيتحرك الجسم شرقا بنفس اتجاه القوة فإن الشغل هو حاصل ضرب القوة في الإزاحة الناتجة ويمكن التعبير عن ذلك رياضيا كما في الشكل التالي أن هذا الوارك W بنعطي له رمز يساوي هذه القوة لاحظ F هذه قوتنا اللي معانا تؤثر باتجاه الشرق ونجد من هذه القوة تحريك لمسافة D بنفس اتجاه القوة ولذلك هذا الشغل المبذول يساوي الـ F في D ولذلك عزيز انتبه الوحدة بتكون للشغل الناتج الـ F وحدتها نيوتن والـ displacement أو الإزاحة الناتجة وحدتها متر هذه الوحدة تكافئ في نظام الوحدات المتعارف عليه والمتعودين عليه وحدة الجول فسنعتمد وحدة الجول كوحدة للشغل وتذكر عزيز الطالب هذه الوحدة جول مرت عليك إنها وحدة للطاقة وهذا مدخل ترى من خلاله أن الشغل والطاقة متكافئة ولذلك لما بنشوف الطاقة الحركية وهي الطاقة الناتجة عن حركة جسم واللي بنعطي لهذه الطاقة رمز K-E والK ياية من كلمة kinetic energy فبدل الـ kinetic energy بنستخدم K-E ولها قانون خاص بها أن هذه الطاقة الحركية تساوي نص في M في V² الـ M هي القتلة والـ V هي السرعة لذلك هذه الطاقة ناتجة عن حركة الجسم يعني إذا جسم ساكن طاقة الحركية الصفر لأنه ما في سرعة فتعتمد الطاقة الحركية على الكتلة وعلى السرعة معا الآن العلاقة ما بين الشغل والطاقة في نظرية الشغل والطاقة إذا بذل شغل على جسم فإن طاقة الحركة بتتغير لهذا الجسم أكيد نتيجة بذل شغل عليه وهذا التغير سيمثل عندي الطاقة الحركية النهائية ناقص الطاقة الحركية البتدائية يعني عزيزي الطالب بمعنى آخر ممكن أن نعتبر أن الشغل المبذول يساوي لنا التغير في الطاقة الحركية دلتا كي إي هذا التغير في الطاقة الحركية اللي معانا سيكون ناتجاً عن بذل الشغل التغير في الطاقة الحركية أو الدلتا كي إي هو الكي إي فاينل ناقص الكي إي إنيشيال هذا الشغل والطاقة معا يقاس بوحدة الجول اللي رواتك مني شوي تعادل نيوتن متر وتذكر أن النظام هو الجسم الذي نقوم بدراسته والمحيط الخارجي هو أي شيء ما عدد الجسم يعني الكرة الموجودة على سطح الطاولة بندرس حالة الكرة هذه تعتبر الكرة نظام الطاولة مؤثر خارجي الجاذبية الأرضية مؤثر خارجي لو في احتكاك مؤثر خارجي وبالتالي يمكن أن تنتقل الطاقة في كل الاتجاهين فإذا بذل المحيط الخارجي شغلا على النظام سيكون هذا الشغل موجب ويضاف لطاقة النظام أما إذا بذل شغل من النظام نفسه على المحيط الخارجي هنا بيكون خسارة في الطاقة لذلك يعتبر شغل سالب فبيفقد النظام من طاقته وحسابات الشغل عزيز الطالب لما بنتكلم عن حساب الشغل إذا أثرت القوة في اتجاه عمودي على اتجاه الحركة أحنا قبل شوي قلنا بأن القوة تحرك الجسم بنفس اتجاهها في هذه الإجابة لما ندرس حركة كوكب حول الشمس وباعتبار افتراضي أن مسار الكوكب دائري ستكون القوة المؤثرة على هذا الكوكب عمودية على اتجاه الحركة ولا تغير مقدار السرعة سرعة ثابتة فقط تغير اتجاه الحركة ولهذا ستبقى الطاقة الحركية ثابتة يعني دلتا كي اي تساوي صفر وبما أنه دلتا كي اي صفر إذن الشغل المبذول يساوي صفر لذلك الشغل المبذول على الجسم يساوي التغير في الطاقة الحركية اللي ذكرناه منه شوي وهنا مدام الطاقة الحركية بقت على حالها ما تغيرت سيكون الشغل في هذه الحالة صفر إذا كانت الآن القوة تميل بزاوية عن اتجاه الحركة فإذا اعتبرنا نظام المحاور اللي معانا أن الشخص اللي ممثل في الصورة لاحظ يؤثر بقوة مائلة قوة تأثير الشخص مائلة بس المسافة اللي تتحركها الجسم في زاوية ما بينهم فتعطى علاقة القوة هذه اللي أمامك قوة مائلة هذه زاوية ثيتا سيتم تفكيك القوة إلى مركبتين مركبة أفقية ومركبة عمودية الآن المسافة المقطوعة بهذا الاتجاه زين إذن أي قوة اللي تكون بنفس اتجاه الحركة هي المركبة الوفقية اف اكس واللي قيمتها أساسا هي عبارة عن القوة الأصلية ضرب كوساين الزاوية ثيتا اللي عندي ولهذا عزيز الطالب نجد أن الشغل المبذول هذا القانون العام للشغل يساوي دائما القوة في الإزاحة في كوساين الزاوية وثيتا هي الزاوية ما بين القوة والإزاحة احنا قبل شوي في التدريب السابق ما حطينا كوساين ثيتا لأنه كانت قوة باتجاه مساوي لاتجاه الإزاحة فتكون الثيتا الصفر كوساين الصفر يساوي واحد فما وضعنا لكن إذا ثيتا مبصف يجب أن توضع معانا في هذه المعادلة وتستنتج أيضا عزيز الطالب من شكل القانون لما تكون القوة عمودية ثيتا جم بتكون صحيح تسعين درجة طيب كوساين التسعين جم يساوي صفر بالضبط طيب بما أنه كوساين التسعين صفر إذن يطلع الورك بالكامل صفر وهذا اللي شفناه في حركة الكوكب اللي بحثناها قبل شوي أن القوة متعامدة مع اتجاه الإزاحة مدام متعامدة يعني زاوية تسعين يعني كوساين التسعين صفر يعني الشغل المبذول يساوي صفر في تدريبنا التالي بنوضح هذه العلاقات عزيزي بشكل مباشر إذن زرق قرص الهوكي وكتلة القرص 105 جرام هذه الكتلة مالة القرص أم على سطح جليدي وأثر لاعب بقوة ثابتة ما تتغير هذه القوة أربعة ونصف نيوتن وتحرك القرص لمسافة 0.25 متر هذه المسافة بنفس اتجاه القوة مدام بنفس اتجاه القوة ترى يعني ثيتا بتساوي كم قيمة الثيتا تساوي صفر أولاً كم الشغل الذي بذله اللاعب على القرص ثانياً ما التغير في طاقة القرص الحركية واتفق عن عزيز الطالب اتفقنا احنا اذا كان عندنا شغل لازم فيه تغير في الطاقة الحركية اذا الشغل كان صفر يعني الطاقة الحركية ثابتة ما بتتغير هذه المسألة اللي أمامنا لاحظنا القوة والإزاحة بنفس الاتجاه فزاوية ما بينهم صفر يعني كوزين الصفر واحد ولذلك لما بنكتب قانون الشغل هنا F D كوزين ثيتا وكوزين ثيتا الصفر وهذا الكوزين للصفر بالكامل بيطلع لنا بواحد فتبقى جنة F D باس وعوض القوة أربعة ونص في المسافة المقطوعة 0.25 نجد الشغل المبذول 0.67 جول هذا هو الwork done في المطلوب الثاني لحساب تغير الطاقة نجد أن الشغل المبذول هو تغير الكاينتك انرجي يعني هذه الدلتا كي اي المطلوبة علينا في سؤالنا تساوي 0.675 اللي وجدناها للشغل بنفس الطريقة أسئلة أيضا لتعزيز فهمك عزيزي الطالب لموضوع دراستنا في الشغل طالبان يؤثران معا بقوة 0.825 نيوتن لدفع سيارة هذه السيارة بتدفع لمسافة 35 متر هذه المسافة وهذه القوة المؤثرة أولا ما الشغل الذي يبذله الطالبان على السيارة فبنكتب أن هذا الشغل يساوي F في D ويجد أن الإجابة الناتجة لهذا الشغل تساوي 2.9 في 10 أس 4 جول المطلوب الثاني جمع الشغل المبذول لدفع السيارة نفس المسافة لكن إذا تضاعفت القوة يعني بدل ما كانت 825 بنضربها في 2 فسيكون عندك هذا القانون هو عبارة عن 2 في الثمانيمة وخمسة وعشرين مضروبة نفس المسافة قال لي 35 متر فيكون عندي الناتج أن هذا الشغل المبذول 5.8 في 10 أس 4 لاحظ بيكون الشغل هو ضعف الشغل الناتج في الحالة الأولى double لأن القوة صارت double الwork بيكون double السؤال الثاني عن شخصان يرفع صندوق لمسافة 15 متر وبحبلين يصنع كل منهما زاوية 15 درجة إذن قوة الشد في الحبال ستكون مائلة وبزاوية 15 درجة مع المحور الرأسي وكل شخص قوة الشد المؤثر فيها 200-25 نيوتن مطلوب حساب الشغل المبذول من الشخصين في هذه الحالة عزيز الطالب ستطبق قانون الشغل بصيغة بالصيغة العامة أنه هذا يساوي لنا الف 1 في دي المسافة وندخل كوساين الثيتا الكوساين لثيتا يكون عندي 15 هذه الزاوية هذا بالنسبة للشخص الأول ويضاف له أيضا نفس الشغل من الشخص الثاني فستجد عزيز الطالب عندما تطبق القانون أن الشغل الناتج يساوي 6.5 10.3 جول إذن تنتبه لأنه هنا قوة ليست بنفس اتجاه الإزاحة لازم أدخل قانون الشغل بصورة العامة عندما نحسب الشغل في حالة القوة المتغيرة في هذه الحالة وذكرنا هذه القوة المتغيرة بقانون هوك والسبرينج أو الزنبرك وتغير القوة مع اختلاف الإزاحة الناتجة في النابض لاحظ عزيز الطالب يمكن لنا استخدام الرسم البياني لحسابات الشغل المبذول من قوة متغيرة فإذا نظرت إلى الرسم البياني الموضح أمامك هنا معطي لك القوة F على المحور الرأسي هنا معطي لك الإزاحة D على المحور الوفقي الآن المساحة تحت المنحنة هذه المساحة تمثل ضرب F في D طب F في D هي الشغل يعني المساحة هي الشغل ولذلك نجد بأن المساحة المضللة ستمثل تماما الشغل المبذول هنا مربع طول في عرض هنا المنحنة بهذا الشكل إذا بتحسب المساحة تحت المنحنة مثلث يعني نص في القاعدة في الارتفاع هكذا تتعامل عزيز الطالب مع المنحنة للقوة المتغيرة الآن بننتقل إلى مفهوم القدرة القدرة بالانجليزي سميها power من كلمة power خذينا رمز P هذه رمز P يدل على القدرة دائما القدرة تمثل معدل تغير القوة الخارجية لطاقة النظام أو هي المعدل الزمني للشغل المبذول يعني كم جول قاعدنا أبذل في الثانية الوحدة ولذلك هذه القدرة ستقاس بوحدة تعادل وحدة الشغل المبذول جول لكل second وهي تكافي في النظام المعتمد للوحدات وحدة وات هذه وحدة الوات هي المعتمدة لقياس القدرة والوات الواحد يعادل انتقال طاقة قيمتها وان جول خلال زمن مقداره وان ساكند فيكون الناتج وان وات طاقة وان جول خلال زمن مقداره وان ساكند هذا ما تخلي فهم القدرة وتذكر بأنها معدل تغير الشغل بالنسبة للزمن في تدريبنا التالي محرك كهرباء يرفع مصعدا لمسافة تسعة متر إذن هذا الإزاح الناتجة من قوة المحرك وهذه العملية تحدث خلال زمن خمستعش ساكند يمكن مصعد آخر يرفع نفس المسافة بزمن خمس ساكند يعني قدرته أكبر بتكون لأنه خذ زمن أقل لاحظ إن القدرة والزمن تناسبهم عكسي فكلما قل زمن إنجاز الشغل هذا يعني القدرة أكبر وهذا المحرك يؤثر بقوة رأسية للأعلى قيمة القوة المؤثرة 1.2 في 10 4 نيوتن ما القدرة الناتجة وبوحدة كيلو واط وأنا ذكرت سابقا الكيلو يعني ألف في حل السؤال عزيز الطالب أول شي نكتب قانون القدرة هي الورك على التايم بس الورك تذكر في بداية حصاتنا قلنا الورك شي ساوي F في دي لذلك بنبدأ نحسب الورك هذه كتابنا الورك F في دي قزمة الزمن تي لما بنعوض F هذه قوة المحرك والمسافة اللي نرفع المصعد تسعة متر وزمن الإنجاز خمستعش سكند فتعويض أرقام بعناية تنتبه عزيز الطالب ونجد أن هذا القدرة الناتجة هي بقيمة سبع آلاف ومئتين رح تكون سبع آلاف ومئتين واط فبنقسم على ألف لما تقسم على آلاف بتتحول إلى 7.2 كيلو وات في الأسئلة عزيز الطالب اللي بنفهم موضوع القدرة أكثر من خلالها معطيك في السؤال أول عن رفع صندوق وزنه 575 يوتن رأسياً إلى الأعلى مسافة 20 متر هذه المسافة وطبعاً وزن الصندوق عشان نحن نرفع لازم القوة مساوية للوزن والحبل متصل بمحرك وتم إنجاز العمل خلال زمن 10 سكند هذا الزمن ما القدرة التي ولدها المحرك وأيضاً المطلوب بوحدة كيلو واط سؤالنا الثاني عن القوة الناتجة من مضخة في رفع 35 لتر من الماء من عمق 110 متر البئر اللي معانا وعطاني هنت السؤال أن اللتر الواحد يعادل 1 كيلو جرام من الماء هذا فقط للماء أنه كل لتر 1 كيلو جرام في سؤالنا الثالث عن الرسم البياني اللي شرحنا فيه القوة المتغيرة مطلوب حساب الشغل لسحب الجسم مسافة 7 متر نرى هذه الأسئلة عزيزي الطالب في إجابتنا السؤال الأول بما أنه وزن الصندوق معاي والقوة المؤثرة معروفة نكتب قانون القدرة أولاً هي الورك على التايم ولحساب الورك نضع قانون الشغل الاف دي على زمن إنجاز هذا الشغل الاف موجودة عندي 575 هي نفس الوزن المسافة دي 20 نفس ما عطانا السؤال وزمن التنفيذ أو زمن الإنجاز 10 سكند فينتج لدينا قدرة مقدرة 1150 واط واضح وسهل جداً عزيزي الطالب ودرب نفسك على حل المسائل أكثر وأكثر لما بنحول لك كيلو واط بس نقسم على ألف إذا قسمنا على الألف بتتحول الوحدة تلقائياً إلى كيلو واط في سؤالنا الثاني ذكرنا عن مضخة رفع 35 لت من الماء بما إنه من الماء يعني هذا الماس تعادل 35 كيلو وفي كل دقيقة انتبه أن الدقيقة تعادل 60 ثانية نكتب قانون القدرة وورك على التايم القدرة الناتجة عندي أو الورك اللي معانا يعادل في إجابتنا الماس على التايم لأنه هذا الورك هو الأف في دي على التايم والأف هي الأم جي اللي هو الوزن لكمية الماء اللي عندي فيكون الناتج اللي معانا هذا الخمسة وثلاثين لتر لكل منت لما نحولها واحد كيلو جرام لكل لتر وبالتالي نجد بأن هذا القدرة هي الماس على التايم ضرب جي عشان الوزن في دي يعني هذه كلها بدل من الأف اللي هي كنا نسميها أف جي وبالتالي عزيز الطالب نجد في تعويض الأرقام هذه الكتلة في تسارع الجاذبية المسافة المقطوعة 110 ولاحظ بدل التايم وان منت بنعوض بدل التايم 60 ساكن فتكون قيمة القدرة الناتجة 0.63 كيلو وات في سؤالنا الثالث للقوة المتغيرة لاحظ رسم البيانة عزيز الطالب لما نبتدي بحساب هو قالي لغاية 7 متر لاحظ هنا لعندي 6 هذه 7 لهنا قيمة السابعة يعني هذه النقطة بتقسم كل الأيريا تحت المنحنة ولكن هذه الأيريا متنوعة فبنجسمها إلى مساحة أولى تعبر عن مثلث هذا مثلث عندي من 0 إلى 2 ساكن فنبدأ الحساب من 0 إلى 2 متر بأن الأيريا 1 عطينا رمز A1 هذه الأيريا الأولى مثلث يعني نص في القاعدة في الارتفاع هذه نص وهنا 20 وهنا 2 القاعدة للمثلث يكون الناتج 20 جول هذه الشغل في الفترة الأولى الآن الجزء الثاني لاحظ عزيز الطالب هنا عندنا شكل بنقسمه إلى جزئين جزء هنا يمثل مثلث والجزء اللي هنا مستطيل إذن في الفترة من 2 إلى 3 متر هذه الفترة اللي بتكلم عنها من 2 إلى 3 متر لاحظ عندنا مساحتين بنقسمهم رح يكون عندنا A2 قيمتها نص في القاعدة في الارتفاع لهذا المثلث لاحظ أن المثلث من 20 إلى 50 يوصل هذا اللي عقب 40 50 من 20 إلى 50 30 والمساف والمسافة القاعدة عندي من 2 إلى 3 و 1 و يضاف إليها المستطيل طول في العرض هنا الطول 20 والعرض هنا 1 في 20 في 1 أعطانا بنضرب عندنا 50 في 4 يعطيني 200 لاحظ هذه ثلاث مساحات نحن صرنا حاسبين الآن فيكون الشغل الناتج هو مجموع المساحات كاملة 25 200 و يكون بالتالي لنا الورك دان 255 جول هذا ما أوجدنا من خلال فهمنا للمساحة المحصولة تحت المنحنة البياني إلى هنا نتوقف عزائي الطلبة مع عملياتي للجميع بالتوفيق والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله